أهلا بكم أبنائنا طلاب طلاب التعليم الفني إن شاء الله بإذن الله نعرضها نشتغل مع بعضينا مادة المشغولات الجلدية لقسم الجلود الصف الثاني أول حاجة عندنا لما نيجي نتكلم عن مادة المشغولات الجلدية أول حاجة أنا بحب أعرفها إيه هو الهدف من دراسته للمادة دي أي مادة بنيجي ندرسها أو أي مادة بنحب نقبل عليها بحب ونكون عندنا القدرة على الاستعاف فيها لازم الأول أعرف الهدف إيه من دراسته للمادة دي لما بقدر أحدد الهدف من دراسته للمادة بقدر أشوف إيه الحاجات المناسبة بالنسبة لي علشان أطور منها نفسي وأبتدي أعدل في طريقتي للمذاكرة وأبتدي أعدل في أسلوبي في إن أنا أخد كل حاجة مهمة ومفيدة أقدر أتواصل من خلالها عندنا أول حاجة عندنا اللي هو إن أنا لازم كقسم جلود أتعرف على أنواع الجلود الطبيعية وأنواع الجلود الصناعية اللي عندي بمعنى إيه؟ بمعنى مش ممكن إن أنا أكون طالبة في قسم الجلود ومقدرش أميز ما بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي استخدامات الجلد الطبيعي واستخدامات الجلد الصناعي يبقى لازم أول حاجة بعملها إن أنا بيكون عندي القدرة إن أنا أقدر أفرق ما بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي تاني حاجة عندنا التعرف على العدد اليدوية طب أنا إيه الهدف عندي من إن أنا أستخدم العدد اليدوية دي أصلاً أولاً إنت لما بيكوني موجودة معانا في قلب الورشة بتاعت الجلود مش كل الأدوات التكنولوجية متاحة بالنسبالك آه بيكون عندك كمية كبيرة من المكان بتتعرفي عليها وبتشوفيها لكن مش كل أنواع المكان اللي موجودة عندنا في السوق بتكون متوفرة عندك في الورشة وكذلك برضو نفس الحكاية العدد اللي انت بتستخدميها المفروض ان انت تكون ملمة بأكبر قدر ممكن من العدد واستخدام كل أدواء منه وبتستخدم ازاي ايه اللي استخدام الأمثل لها ماستخدمش حاجة في مكان مش مناسب بالنسبة لها طيب ايه تاني لازم اتعرف على انواع المكينات اللي موجودة عندي ليه لان انا لو عندي مكينة بستخدمها في الجلود الطبيعية لو ليها سمك معين او ليها تخانة معينة انا ما قدرش استخدمها غير بس في الغرض ده بمعنى ان انا لو هفطرد مثلا ان انا هبتدي اعمل قفاز من الجلد المفروض القفاز اللي بنجلد دوت يكون ليه مكينات خاصة بتجمع لي الاماكن الديقة اللي موجودة عندي في قلب القفاز ففي الحالة دي لازم تكون متوفرة عندي المكينة الخاصة وانا اكون على علم بالمكينة دي طيب ايه كمان المفروض البنت تقدر تكتسبه او الولد في القسم بتاعنا يقدر يكتسبه لازم يكون عندي مهارة التعامل مع المكينة بمعنى ايه ان انا لازم ابتدي في الاول اخد كل التدريبات اللي المفروض ان انا احصل عليها علشان اقدر اتعامل مع المكينة بصورة امنة وطبعا بنحط تحت امنة مية خط لان طبعا اي استخدام خاطئ للمكينات بصفة عامة ممكن يقدل الاصابات ودي حاجة غير مرغوب فيها بالنسبة لنا طيب احنا النعاردة هنقول ايه كمان هنتكلم عن المهارات الفنية يعني ايه مهارات فنية هل انا دلوقتي كطالب المفروض ان انا بعمل ايه ان انا بيكون عندي تطلع للسوق ببتدي اشوف المنتجات اللي بتتارد عندي في السوق وببتدي يكون عندي تطلع ان انا اقدر ابتكر تصميم من عندي اقدر احط تصميم جديد او اشوف تصميم وبتدي اطور عليه او اعدل عليه وده اللي احنا بنهدف ليدي حاليا ان البنت ما تبقاش مجرد او الطالب ما يبقاش مجرد آلة بتعيد نفس الكلام تاني لأ ده احنا عايزين نطور عايزين نجدد علشان نطور ونجدد لازم نكون بنشجع روح الابتقار عند الطالب وروح التطوير بالنسبة له طيب ان انا انمي قدرة الطالب على التطوير اعتقد ان دوت مش اعتقد يعني دي مهمة اساسية لازم كلنا نهدف لها في التعليم الفني لان التعليم الفني من اهدافه الاساسية طبعا هو اعداد جيل كامل يكون عنده القدرة على مواكبة الحياة وان هو يقدر ينزل لسوق العمل ويقدر ان هو يمارس اللي تعلمه في التعليم الفني الصناعي طيب اما نيجي نبص درسينا النهاردة هيكون عن طرق اجراء الزخارف على الجلد اما اجتكلم عن طرق اجراء الزخارف على الجلد ايه هو الهدف من ان انا اجر الزخارف على سطح الجلد بتاعي هقولك اكساب الجلود مظهر جمالي يعني ايه يعني انا كل ما بيكون المنتج بتاعي عليه نوع من انواع الزخارفة كل ما بيدي له مظهر جمالي اكتر وكمان بيعلم من القيمة بتاعته سواء كانت كشكل او كسعر تمام كده لان كلنا عارفين ان الهاندميد او الشغل اليدوي على المنتجات الجلدية بيعلم ان قيمة المنتج ما بيقللش منه ابدا ولازم يكون فيه اتقان لما اجي اعمل الكلام دوت طيب ايه هي الشروط اللازم اتتوفر عندي علشان اقدر اعمل عملية النقل للزخارفة طبعا انا دلوقتي لازم ابقى فهمة احنا هنتكلم عن ايه احنا هنتكلم عن الطرق اللي هننقل بيها الزخارفة على الجلد وبعد كده هنتكلم عن الطرق اللي هننفذ بيها الزخارفة على سطح الجلد بتاعي طيب انا علشان ننقل الزخارفة دي على لسطح الجلد لازم يتوفر عندي مجموعة من الشروط زي ايه اول حاجة عندي لازم اختار التصميم المناسب لنوع المنتج بمعنى ان طبعا لو انا هبتدي انفز منتج لاطفال المفروض ان انا ببقى متفاهمة وعارفة ايه الحاجات اللي بتجذب انتباه الطفل اكتر ايه السور سواء كانت بقى في البرامج الخاصة بتاعته في الكرتون او الحاجات اللي الاطفال بتاخدها قدوة بالنسبة لها فالمفروض ان انا لما اجي اعمل منتج لاطفال المفروض ان انا بدور على زوء الطفل في الح حتى دي طيب لو المنتج دوت هيكون لسائح اجنبي لو هو لسائح اجنبي هتطر ان انا طبعا افكر في الحاجات الفرعونية او الاسلامية الحاجات اللي بيكون لها بصمة وطابعة ومن هنا بتيجي فكرة ان انا لازم اختار التصميم المناسب لنوع المنتج بتاعي طيب تاني خطوة عندي بتكون ايه انا لازم ارسم التصميم بتاعي بالمقاس الطبيعي بالقلم الرصاص تمام كده على ورقة شفاف كويسة بس يكون لازم اراعي ان التصميم يكون بالمقاس الطبيعي لا هو اصغر ولا هو اكبر لان بالفعل ده اللي انا هنفزه طيب نقل الزخرفة باحدة طرق نقل الزخارف ازاي هتتم يبقى انا هنا لازم افهم ان انا بعد مجهزة التصميم بتاعي المفروض ان انا هعمله عملية نقل من الورقة الشفافة اللي معايا للمنتج بتاعي اللي هو الجلد هنعمل ايه بقولك طرق نقل الزخرفة على الجلد طريقة الكربون طريقة الكربون دي عبارة عن ايه اول حاجة عندي انا بستخدم طريقة الكربون دي في الزخرفة بتاعة التطعيم والتفريغ بس اقولك لا مش بس بس انا دلوقتي يهمني ان انا طريقة نقل الزخرفة تكون مناسبة للطريقة اللي هنفز بها الزخرفة تمام فانا دلوقتي بقولك ان انا علشان انفز طريقة الكربون دي يبقى طريقة الكربون عندي بقدر استخدمها في حالات التطعيم والتفريغ وبقدر أستخدمها في إيه تاني؟ نتكلم الأول عن طريقة الكربون أول حاجة ما أجل أتكلم عن خطوات تنفيذ الكربون أول حاجة عندي ببتدي أتكلم فيها إن أنا بجهز التصميم المناسب لنوع المنتج تاني حاجة إن أنا بعمله على ورق شفاف جيد والورق ده بيكون فيه مساحات كافية علشان أقدر أسند وأقدر إن أنا أضغط عليها أو أركب فيها الكليبسات اللي هتمسك عندي التصميم طيب بعد كده بعمل إيه؟ بعد كده ببتدي بواسطة الكربون أحط الكربون فوق سطح الجلد وبعدين التصميم بتاعي وبعد ما بحط الكربون وبحط عليه التصميم ببتدي بواسطة ألم العلام اللي عندي وليه بقول ألم العلام؟ لإن ألم العلام عندنا في المنتجات الجلدية ما بيكونش مدببة زي سن الألم العادي بيكون إلى حد ما ملساء شوية أو نعمة شوية تمام؟ وده بيسهل علي إن أنا أبتدي أعيد على الخطوط بتاعة التصميم بتاعي علشان يقدر إن أنا أظهر كل الخطوط بتاعتنا من غير ما تسبب في تلف من أول مرة للتصميم اللي أنا هنفزه طيب لو جينا نتكلم عن عيوب طريقة الكربون أول حاجة عندي ما جي أتكلم فيها التصميم نفسه اللي أنا بجهزه واللي أنا بعيده علشان أقدر أنفزه على سطح الجلد مع كتر الاستخدام أكتر من مرة الورقة نفسها بتاعة الكلك أو ورقة الشفاف بتاعتنا بيبتدي يحصل لها نوع من أنواع التلف بمعنى إن أنا مع كتر الضغط عليها مرة واثنين وثلاثة بتتلف معي بسهولة طيب إيه تاني من عيوب طريقة الكربون؟ أبث ألاقي إن لأي خط زيادة أنا هعمله أو هحدثه أثناء ما نبنقل الزخرافة على سطح الجلد هلاقي طبع عندي على سطح الجلد بتاعي تمام؟ لأن الكربون طبعا أي خط بتغديه بيطبع عندك على سطح الجلد فالمفروض إن أنا راعي الدقة لما إيجي أنقل التصميم بتاعي وأبتدي إن أنا أنفز الشغل بتاعي بمنتهى الدقة علشان ما بقاش فيه أي عيوب طيب من ضن الطرق اللي هنتكلم عليها النعارضة فيه نقل الزخارف على الجلد طريقة التبغيش أو الترب طريقة التبغيش أو الترب ديت المفروض إن أنا بستخدمها لما بكون عايزة أعمل إيه على سطح الجلد؟ لما بكون عايزة أعمل التلوين بالدهانات الساترة يعني لو أنا هدي ألوان ساترة لأن خلي بنا إحنا عندنا في قسم الجلود أو عندنا بالنسبة للألوان إحنا فيه عندنا ألوان ساترة وفيه عندنا ألوان شفافة الألوان الساترة دي هي الألوان اللي بتداري السطح بتاعي يعني ما بتخليه بين طب الألوان الشفافة الألوان الشفافة دي مجرد ألوان بتدي ضي عندك على سطح الجلد لكن ما بتخفيش أثار الجلد بتاعي أو ما بتغيرش اللون بتاعي قوي لكن بتبقى مجرد ضيء إضاءة يعني طيب إيه كمان بستخدم طريقة التبغيش أو التراب دي لما بكون هعمل عملية تزهيب بالجلد سايز أو المكسيون الجلد سايز أو المكسيون دولة نوعين من مواد اللزء اللي أنا بستخدمهم علشان أعمل عملية التزهيب على الجلد نيجي نتكلم على طريقة الحرق بجهاز البيروغراف وجهاز الضغط والتقبيب يعني إيه الكلام ده أما باجي أعمل طريقة التبغيش أنا دلوقتي لما هشرح لك الخطوات بتاعت العمل بتاعتها هتفهمي أكتر ليه بقول طريقة الحرق بجهاز البيروغراف لأن الحرق بجهاز البيروغراف ما ينفعش أستخدمه وفيه تحت منه أثر للون فلازم السطح بتاعي يكون متجهز ومعد بحيث أن أنا ألم العلم بس أو ألم الحرق بس اللي هشتغل بيه هو اللي يبين لي الشغل بتاعي طيب إذا خارب بالضغط والتقبيب نفس الحكاية باستخدمها في عملية التراب أو التبغيش طيب أنا دلوقتي لما جا تكلم عن الخطوات بقى اللي أنا هنفذ بيها التبغيش دي أول حاجة بعملها إن أنا لازم أعد التصميم المناسب لنوع المنتج دي أول حاجة تاني حاجة بجهز التصميم بتاعي على ورق الشفاف أو على ورق كالك جيد طيب بعمل إيه بعد كده؟ بجيب بيكون حاجة عندي اسمها وسادة التبغيش وسادة إيه التبغيش دي بيكون عبارة عن إيه؟ بالفرد النهاية بيكون محطوطة تحت ورقة التصميم يعني المخدة محطوطة الأول وبعدين التصميم فوق منها إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندي إن أنا بجيب دبوس أو إبرة وببتدي أعيد على الخطوط بتاعة الرسمة بتاعتي وبخرمها كلها طيب بعد ما بخرمها إيه اللي بيحصل؟ لو أنا مسكت ورقة التصميم بتاعتي وببسيت على الظهر بتاعها هبصة هلاقيه فيه رايش من وراء الريش دوة لازم أعمله عملية إزالة قبل ما أنصر عليه المسحوق اللوني فبعمل إيه؟ باجي أمسك ورقة التصميم بعد ما عملت التصقيب لكل خطوط الرسمة بتاعتي وببتدي أصنفرها من الظهر بصنفرة نعمة علشان أتخلص من الريش اللي موجود عندي طيب بعد كده بعمل إيه؟ بعد كده لحد الخطوة دي وصنفرت ورقة الرسم أو ورقة التصميم بتاعي وإنها تبقى نعمة لحد كده بتخلص عندي عملية التبغيش طيب بدخل على إيه بعد كده؟ اللي هي التراب طيب يعني إيه التراب؟ التراب ده عبارة عن مساحيق لونية أنا بقدر أستخدمها لما باجي أعمل أي تصميم عندي علشان يديني يعني أثر للتصميم من غير ما استخدم أي ألم يديني خطوط على الرسم واضحة أو خطوط على الجلد واضحة تمام كده؟ باجي أحط ورقة التصميم بتاعتي على سطح الجلد وبقوم جاية جايبة مسحوق لوني يكون مخالف للون سطح الجلد لو أنا الجلد بتاعي فاتح بقوم جاية حطة مسحوق لوني أغمى وببتدي أعمل إيه؟ ببتدي أنصر المسحوق اللوني بتاعي على ورقة التصميم وبوصلة سفينجة أو قماشة أو قطنة وببتدي أعمل عملية توزيع للمسحوق اللوني بتاعي إيه اللي بيحصل؟ بمجرد ما برفع التصميم من على سطح الجلد بلاقي النقطة الصغيرة بتاعت المسحوق اللوني نفدت من التصميم ووصلت عندي لسطح الجلد بتاعي تمام؟ طيب نيجي بعد كده نتكلم عن طريقة الضغط والعلام طبعا هو أن قبل ما أدخل على طريقة الضغط والعلام أحب أوضح أن طريقة التراب من أهم العيوب بتاعتها أن أي اهتزازات عندي أثناء الشغل أو أي اهتزاز في الورقة بتاعت الرسم هيقد لثلف التصميم لأن طبعا إحنا ما بنحطش أي مواد لزقة ولا أي حاجة على الجلد علشان المسحوق اللوني يثبت لا إحنا للسطح بتاعنا بيكون نضيف وبيكون خالي من أي بقع أو أتربة والكلام ده كله وببتدي أعمل زي ما أنا قلت لك كده بنحط المسحوق اللوني وبنبتدي ننصره على الورقة ونوزعه كويس فبالتالي لو ورقة التصميم بتاعتي اتهزت أو حصل فيها أي اهتزازات إلي بيحصل أن المسحوق اللوني بيبتدي يروح ويجي معاك في قلب الصفحة ففي الخطوة دي إلي بيحصل بيبوز التصميم اللي عندنا طيب أما نيجي نتكلم عن طريقة الضغط والعلام طريقة الضغط والعلام دي إلي بيحصل فيها أول حاجة إن أنا بقدر أنفس طريقة الضغط والعلام دي لما بكون عايزة أعمل زخرفة بالضغط والتقبيب أو التفريغ والتطعيم يعني إيه ضغط وتقبيب ويعني إيه تفريغ وتطعيم أول هام عندي الضغط والتقبيب ده هو نوع من أنواع الزخارف اللي بيكون جزء من الجلد فيه بارز وجزء من الجلد فيه بيكون غائر بمعنى بمعنى إن فيه أجزاء بيكون عالية عندي في قلب سطح الجلد وفيه أجزاء تاني بيكون غائرة طب التفريغ دوت حاجة زي الإستامبا طبعا كلنا عارفين الإستامبا وعارفين الفكرة بتاعتها أنا عندي التفريغ نفس الحكاية طيب طرق النقل بالأكلشيهات إيه اللي بيحصل أول حاجة عندي أنا باعتبر إن طريقة الأكلشيهات دي هي طريقة من طرق الزخرافة في حد ذاتها بمعنى إيه؟ أول حاجة عندي إن الطريقة بتاعت الأكلشيهات دي وخاصة الساخنة منها وخاصة إيه الساخنة منها ونخلي بالنا من الحتة دي لأن أنا دلوقتي لو أنا عندي الأكلشيه بتاعي بارد هيعمل لي عملية الضغط بتاعتي ولكن مش هيديني أي إحداث لأي ألوان أو لأي لون هيحدثه التسخين بمعنى إيه؟ أن التسخين عندي أولاد بيديني أثار زي أثار الحرق بيديني أثار زي أثار الحرق يعني أنا لو ماسك في إيدي ألم بيروغراف أو كوية أو أي ألم علام ببص ألاقي إن الأثار اللي بتحدثها معايا الأكلشيهات بتكون زي أثار الحرق بالزبط تمام؟ إيه تاني؟ بتنفذ هذي الطريقة بالزينجوغراف على ألواحي النحاس بالطريقة السلبة العكسية يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي بيكون عندي الجهاز بتاعي عبارة عن سطح عامل زي تربست المكو مثلا كده عندنا في البيت وبيكون ليه ساق علوية من فوق المفروض إن أنا إيه اللي بيحصل؟ المفروض إن أنا الأجهزة بتاعي أو الأكلشيه بتاع الجهاز بتاعي بقوم جاية مسبتها في السطح العلوي للمكبس وبقوم جاية ضغطة به على سطح الجلد ألاحظ حاجة مهمة جدا هل أي إنتاج أنا قدر استخدم معايا الأكلشيهات؟ أقولك لأ لازم الأكلشيهات دي أكون بعملها مع الأعداد الكبيرة أو الإنتاج الكمي يعني إنتاج الكمي يعني أكون أنا شغالة في مصنع أو شغالة في ورشة بتعمل كميات كبيرة من المنتجات ففي الحالة دي أنا ببتدي أستخدم الأكلشيهات بتاعتنا علشان أنقل الزخرفة أولا هتوفر في الوقت هتوفر في المجهود هتطلع لي الشغل بطريقة صحيحة من غير أي مشاكل ومن غير أي عيوب لأنها طريقة آلية فبتعتمد على المكينة أكتر ما بتعتمد على العامل طيب يعني إيه؟ بتظهر الشغل عندي بطريقة سلبة أنا الطريقة السلبة اللي عندي دي اللي هي طريقة تجهيز التصميم لما بينزل على لوح الزينجوغراف بتاعنا اللي هو الواحي النحاس أو الصلب إيه اللي بيحصل؟ بتكون نفس فكرتها نفس فكرة الختم بتاعنا اللي إحنا بنستخدمه لو جتي بسيتي للختم هتلاقي إن الختم بتاعك مكتوب الكلام فيه بطريقة سلبة أو بطريقة عكسية لما بتيجي تختمي إيه اللي بيحصل؟ بتظهر عندك الكلام واضح وبيكون بالعدل أنا برضو نفس الفكرة إن الزخرفة بتاعتي بيكون بطريقة سلبة أو بطريقة عكسية فلما ببتدي أعمل الزخرفة بتاعتي ويتبعها لجهاز بتاعي على سطح الجلد بلاقي الزخرفة بقت ظهرة عندي بطريقة بالصورة العدلة بتاعتها اللي أنا بعد كده هتدي أشتغل عليها طيب طريقة تنفيذ الزخارف على الجلد يبقى إحنا كده أول حاجة عرفناها طرق نقل الزخرفة على الجلد اللي هما كانوا إيه؟ كانت طريقة الكربون، طريقة التبغيش، طريقة الضغط والعلام، طريقة الأكلشهات يبقى أنا عندي أربع طرق بقدر أنقل بيهم التصميم بتاعي على سطح الجلد لحد كده تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده اللي هكون إيه بقى؟ طريقة تنفيذ الزخرفة، يعني أنا خلاص كده قريدي بتعامل مع منتج الزخرفة موجودة عليه تمام؟ إيه اللي بيحصل عندي؟ أول حاجة إن أنا الهدف الأساسي من إني أعمل زخارف على سطح الجلد هو إكسبها المظهر الجمالي المناسب لها طيب أول حاجة هبتدي أشوفها الزخرفة بطريقة الملو يعني إيه الزخرفة بطريقة الملو؟ وأنا بملأ المسحات بتاعت إزاي؟ إحنا درسنا السنة اللي فاتت في مادة المشغولات بتاعتنا إقلام الملو وعرفت إن إقلام الملو دي عبارة عن إقلام متعددة الشكل ومتعددة الأغراض والاستخدام بمعنى إن كل ما بيكون عندي الزخرفة صغيرة فأنا بحتاج إقلام ملو تكون رفيعة أو ما تكونش عريضة علشان تكون مناسبة لنوع الزخرفة اللي أنا هعملها طيب لما تكون المسحات اللي عندي أكبر أقولك هستخدم فرش ألوان تكون مسحتها أكبر بحيث إنها تساعدني على ملو المسحات بتاعتي بسهولة ومن غير ما يكون ما تاخد مني وقت طويل طبعا من ضن الإقلام بتاعت الملو بتاعتنا الفرشة العادية اللي إحنا بنستخدمها إقلام المستريك وبعض أنواع الأمشاط اللي إحنا بنستخدمها عندنا في الزخرفة طيب نيجي نبص مع بعضينا الطريقة دي بتصلح عندي في إيه؟ طريقة الملو بتصلح عندي الإيه؟ يعني إيه يا ميس الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي هختار الزخرفة طريقة نقل الزخرفة المناسبة وكمان هختار هختار الجلد المناسب هختار إيه؟ الجلد المناسب لأن المواصفات بتاعت الجلد هي اللي بتفرض علي بعض أنواع الزخرف اللي هتم عليه فأنا هنا بقول إن تصلح فوق جميع أنواع الجلود سواء كانت طبيعية أو صناعية أو الجلود اللي بيكون فيها بعض الكرمشة أو الحبيبات الخفيفة تمام؟ وبركز قوي على حتة الخفيفة دي لأن المفروض إن أنا بستخدم فرشة في إن أنا ألون التصميم بتاعي فبالتالي لو الكرمشة أو الحبيبات عالية أو كبيرة هتعوك معايا حركة الفرشة ومش هتخليني أتقن في تنفيذ التصميم بتاعي طيب لو إحنا شفنا المنتج اللي قدامنا دوت الصورة اللي قدامنا ده دوت نوع من أنواع المنتجات الجلدية عبارة عن بروتفيه البروتفيه دوت متنفذ عليه زخرفة بالتقبيب تمام؟ وفي نفس الوقت عليه ملوء بإلام الملوء بوسطة الألوان بتاعتنا إحنا ممكن نستخدم عندنا الألوان الزيتية وممكن نستخدم عندنا ألوان اللاكيهات تمام؟ والمفروض إن أنا ببتدي أم لكل المساحات يعني إحنا لو بصينا هنا شوفي التناغم ما بين اللون الأولاني الفاتح واللون الموفي التاني إنت هنا بتبتدي تختاري الألوان المناسبة للمنتج وبتبتدي تنفيذيها دي تعتبر بالنسبة لنا ألوان ساترة بمناسبة الألوان يعني بما إننا تكلمنا عن الشفافة والساترة فدي تعتبر من الألوان الساترة يعني سطح الجلد باللون بتاعه الأصلي مش باين عندي اللي باين الألوان اللي أنا نفستها طيب الشروط الواجب توفرها بقى عند إقراء الزخرفة بالملو إيه هي الشروط اللي المفروض إنها تتوفر عندي أول حاجة لازم يكون سطح الجلد بتاعي خالي من أي بقع سواء كانت أتربة أو مواد دهنية لازم يكون سطح الجلد بتاعي نضيف وخالي من أي بقع عليه ثاني حاجة عندي إن أنا لما أجي أنقل الزخرفة لازم أنقل الزخرفة بتاعتي بالطريقة المناسبة لنوع الجلد والنوع الزخرفة ثالث حاجة عندي إن أنا ببتدي أجهز الألوان المطلوبة وببتدي أعدها وبعد ما بجهزها وبعد ما بعدها ببتدي أعمل زي ما عملت في التصميم بتاعنا وإن أنا حطيت الزخرفة بتاعتي على الأماكن المحددة اللي أنا عامليها في قلب التصميم الأصلي بتاعي تمام طيب بعد ما بخلص الشغل بتاعي خالص المفروض ان انا بعمل ايه المفروض ان انا ببتدي اسيب المنتج بتاعي في مكان بعيد عن الطيرات الهوائية بعيد عن الاتربة علشان اي اتربة هتبتدي تيجي عليه هتسبب في تلف المنتج بتاعي او ممكن تعلق لان سطح المنتج بيكون لسه منشفش ممكن تعلق على السطح فده يصعب ازاليتها بعد كده وده طبعا هيكون لي اثار سلبية على المنتج بتاعي طيب هنتكلم عن ايه تاني هنتكلم عن طريقة الاسطنبا الزخرفة بطريقة الاسطنبا ما لها بقى الزخرفة بطريقة الاسطنبا دي احنا درسنا الكلام دوت السنة اللي فاتت لما جينا نعمل بعض التصميمات بالاسطنبا على الورق لان احنا ما كانش عندنا فرصة كافية ان احنا ننفذ الكلام ده على الجلد فايه اللي حصل بقولك اول حاجة الاسطنبا دي عندي لها طريقتين ايه هم الطريقتين دول طريقة الحطة الوحدة يعني ايه طريقة الحطة الوحدة يعني بصي هنا انا اول حاجة عندي لازم التصميم بتاعي يمتاز ببعض المميزات زي ايه ان يكون فيه روابط بتربط ما بين خطوط التصميم وبعضها ما ينفعش التصميم بتاعي يكون فيه فواصل لا لازم يكون فيه روابط هنشوف الكلام ده ويتوضح عندنا لو جينا بصينا للتصميم ده كل المساحات السودة اللي متحبرة عندي هي دي اللي هيتم تفرغها هي دي اللي هيتم ايه تفرغها طيب الاجزاء التانية اللي هي الارضية الاساسية بتاعتي اللي هي البيضة ديها تتساب زي ما هي لكن كل الاجزاء اللي هي السودة بوسطة القطر بتاعي انا بقوم بتفرغها علشان اقدر اوصل للزخرفة المناسبة بتاعتي في الاستنبا كل الاستنباة دي اتستنباة بتنفس بطريقة الحطة الوحدة تمام كده وإيه اللي بيحصل فيها بقى انا بختلط تصميم المناسب بالنسبة لي سواء كان اسلامي سواء كان وحدة زخرفية الوانية ورد اي منظر اي حاجة انا بحتاج اعمله لكن براعي لما اكون هنفس بطريقة الاستنبا ان انا يكون في عندي روابط ويكون عندي الروابط دي علشان تربط لي لو خدنا بالنا مع بعضينا الروابط دي هي اللي بتربط لي التصميم ببعضه زي ما احنا شايفين كده انا من غير الروابط دي هيبقى في عندي مشكلة في التصميم مش هقدر انافزه بصورة جيدة فلازم احافظ على وجود الروابط اللي بتاعتي بتاعت التصميم علشان اقدر اشتغل الشغل بتاع الاستنباة بطريقة كويسة طيب بعمل ايه؟ بعد الاستنباة بتاعتي بنفس المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي هفترض ان هو ده الورق بتاع الاستنسل اللي انا هنفز عليه الاستنباة بتاعتنا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هحط الورقة بتاعت الاستنسل دي على سطح الجلد بتاعي وهبتدي انفز التلوين بتاعي ممكن تكون الالوان بتاعتنا هستخدم طريقة الدق او طريقة الرش ايه الفرق ما بين الاتنين؟ طريقة الدق دي ياولاد بيكون لها فرشة مخصوصة مدورة كده عاملة زي الفرشة بتاعت الحلاءة الرجالية بس بيكون سطحها مستوي شوية ببتدي ان انا احط الفرشة بتاعتي في قلب اللون وببتدي ادق على الاماكن البيضة دي كلها علشان اقدر انفز الشغل بتاعي طيب من ميزات الاستنبا عندي ايه؟ ان انا عندي الاستنبا دي انا اقدر استخدم معاها تدريجات لونية مختلفة بمعنى ان انا اقدر اعمل تدريج او تسيح للون بتاعي في قلب الاستنبا بتاعتي من غير ما يكون عندي اي مشكلة طيب في ميزة في الاستنبا اقولك اه طبعا في ميزة في الاستنبا احنا لو بصمت للتصميم اللي قدامنا ده هل ده محتاج علشان يتنفذ مهارة شخصية من الطالب؟ لا طبعا ما بيحتاجش بنعمل ايه؟ الطالب بيعتمد على عملية التقطيع والدقة في التقطيع وتجهيز واعداد التصميم اللي عندي وبعد كده بيبتدي يعمل ايه؟ وبعد كده بيبتدي ياخد الالوان بتاعته ويبتدي يدقه على الاستنبا زي مورق ريكو وزي ما حصل فبالتالي بتنفذ الالوان بتاعتي من خلال الورقة بتاعت الستنسل الورقة بتاعت الستنسل دي بيكون عبارة عن ايه؟ لو نعرف كلنا الاشاعات اللي بتتم عند دكاترة العزام مثلا او اي اشاعة ورقة الاستنسل بتكون شبيهة بيها او بتكون شبيهة بالورقة بتاعت الغلاف بتاع الدوسيهات اللي عندنا تمام؟ باجي انا اعمل عليها الاستنبا بالطريقة اللي احنا شفناها وبعد كده ايه اللي بيحصل ببتدي انزل الالوان بتاعتي يا اما بطريقة الدق يا اما بطريقة الرش طب انا دلوقتي لو هرش هرش ازاي؟ اما هجي ارش بطريقة الاستنبا دي انا زي ما انا التصميم بتاعي مثلا بتاحلو جدا بالماسك بتاعي وبقوم جاية اعمل ايه؟ باستخدم في الحالة دي الجهاز بتاع الرش جهاز الرش ده فكرته عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن جهاز عبارة عن دورة والدورة ده متوصل بمضخة هوا المضخة بتاعت الهوا دي كل ما بتخش يعني انا بيكون عندي الجهاز ليه سمامين اتنين من وراء عامل زي المسدس اللاعبة بتاع الاطفال ليه اتنين سمام من وراء السمام الاولاني خاص بالهوا والسمام التاني خاص باللون اللي بيحصل عندي ايه؟ اللي بيحصل عندي ان انا ببتدي ازبط السمام بتاع الهوا والسمام بتاع اللون بحيث ان انا لما اعمل عملية الرش على التصميم بتاعي تطلع عندي الرش ده عبارة عن نقط متبعدة عن بعضها طب لو هي تطلع بشكل أملس أو بشكل يعني اللون موحد أقولك ده بيتوقف على حسب ما أنت بتثبتي الجزء بتاعي اللي وراء اللي هو سواء الزرار اللي خاص بالهوى أو اللي خاص باللون بتاعي طيب نيجي نبص الحاجة تانية وهي الإستنبا بطريقة الحطات المتكررة يعني إيه إستنبا ويعني إيه حطات متكررة الإستنبا إحنا خلاص عرفناها قردي طب يعني إيه الحطات المتكررة بصي معي هنا أنا هنا ببتدي أعد التصميم بتاعي وهعمل تصميم بسيط وسهل آدي الجزء بتاعي بتاع التصميم لما فرقته الجزء اللي متفرغ عندي اللي لونه أزرق ده هو ده اللي أنا هنفس به الزخرفة يعني دي تعتبر الوحدة بتاعتي اللي هنفس بها الزخرفة لو جينا بصينا بصينا بصي معي كده يعني إيه حطات متكررة يعني أنا أقدر أشيل التصميم وأغير وضعه وأغير شكله وأعمل به حطة تانية خلاص كده اتفقنا طيب الحطة تانية أهي شفتوا معي أقدر أغير الورقة بتاعتي أو التصميم بتاعي وعمل به الحطات اللي أنا عايزيها عارفنا بنسميه حطات متكررة ليه لأن أو متعدد الحطات ليه لأن بقدر من خلاله أشيل ورقة التصميم وأغير في اللون وعمل اللي أنا عايزيه عن طريق الحطة دي خلاص كده طيب نيجي نبص مع بعضينا عن تنفيذ بطريقة الدق أو الرش طبعا إحنا اتفقنا إن عملية الدق إحنا تكلمنا عنها وقلنا بتتم بواسطة الفرش ببتدي أجهز اللون بتاعي ببتدي أعمل عملية الدق فوق اللي استنبه بتاعتنا وعملية الرش دي أنا ممكن كمان لو أنا عندي جلود بعض أنواع الجلود الصناعية أنا ممكن أرش عليها بسبريهات ممكن محتاجش إن أنا أستخدم وسدس الرش بتاعي طيب مميزات اللي استنبه زي ما احنا قلنا وزي ما تكلمنا إن اللي استنبه بتاعتنا إيه اللي بيحصل فيها؟ اللي استنبه ما بتحتاجش لمهارة خاصة من الطالب علشان يقدر ينفذها بل بالعكس المهارة كلها بتكون في عملية الإعداد والتقطيع بتاعت التصميم نفسه لكن ما بتكونش في خطوات تنفيذ يعني ما بمقاش مسك الفرشة بتاعتي وباخد خط لأ طلع مع وجل أمش مزبوط لأ ما عنديش الكلام دوت أنا كل اللي باعتمد عليه هو دقة الطالب في تقطيع الاستنسل وتجهيزه وإعداده وبعد كده ببتدي إن أنا أدور على مين؟ أدور على تنصيق الألوين أدور على إيه؟ تنصيق الألوين خلاص؟ طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي الزخرفة بالضغط والتقبيب الزخرفة بالضغط والتقبيب ديت هنشوف مع بعضينا كده بتستخدم في إيه؟ أول حاجة عندي الزخرفة اللي بتضغط والتقبيب دي أنا باستخدمها على الجلود المدبوغة دباغة نباتية يعني على لونها الأصلي يعني إيه الكلام ده؟ وش معنى دباغة نباتية؟ أول حاجة عندي أنا الجلود الطبيعية بتاعتي المفروض إن هي لما أكون هعمل عليها ضغط وتقبيب المفروض إن أنا باستخدم بس الجلود الطبيعية ومش أي جلود طبيعية لو الجلود الطبيعية بتاعتي مدبوغة بالكروم أو مدبوغة دباغات كيميائية في الحالة دي هي مش هينفع أعمل عليها ضغط وتقبيب ليه؟ لأن من أهم الخطوات اللي عندي في عملية الضغط والتقبيب هو إن أنا لازم أبلل سطح الجلد بتاعي علشان يحصل فيه نوع من أنواع الانتفاخ تمام؟ أو إن سطحه بيكون بيعلى بالنسبة بسيطة كده تساعدني على إجراء الزخرفة بيقولي بتستخدم جلود العجول اللباني على لونها الطبيعي على لونها يا أولاد الطبيعي ليه على لونها الطبيعي؟ لأن أنا عندي الإقلام بتاعة الضغط لما باجي أستخدمها بتديني أثار على الجلد زي أثار الحرق كده أو الألوان بنية تمام؟ طيب أنا دلوقتي بعمل إيه؟ أول حاجة عندي الزخرفة بالضغط والتقبيب دي المفروض إن أنا أول حاجة عندي فيه طريقة يدوية الطريقة اليدوية دي بتتم إزاي؟ بصوا معي كل ما زادت ضغط على سطح الجلد كل ما زادت الأثار الغائرة عندي للزخرفة بمعنى إيه؟ البديعي والطبيعي إن أنا كل ما هضغط كل ما الأثار بتاع الزخرفة هيزيد فبالتالي الجزء اللي بيكون داخل لجوه ده أنا بسميه غائر طيب الجزء اللي بيكون لفوق بنسميه شغل بارز تمام؟ ودي من ضن الحاجات المهمة إن كل ما بزود في عملية الضغط كل ما إيه بيحصل؟ كل ما الأثار بتاعة الغائرين بتاعة الزخرفة بتزيد عندي طيب بصوا معي للمنتج اللي قدامنا ده ده بروتفيه بتنفذ عليه طريقة الضغط والتقبيب لو جينا لاحزنا إن الجزء بتاع الوردة بتاعي اللي هنا ده شغل بارز شغل إيه؟ بارز بعض الخطوط اللي دخل عندي ده غائرة لجوه وده بيخلي الشغل بتاع المنتجات الجلدية بيمتاز بأنه متعدد الملامس يعني فيه شغل بارز فيه شغل غائر تمام؟ بصوا معي هنا الخطوط اللي متنفذة عندي على سطح الجلد أنا لو خدت بالي لو ابتدينا بالخط الأولاني ده إحنا شايفين الخط دوت مش مديني الأثر الجامد بتاع ده آه ليه لإن دوت معمول بخط خفيف مش ضغط عليه جامد إنما هنا أنا ضغطة على إقلام الضغط والعلام بتاعتي بطريقة أكبر فبالتالي قدتني أسار أوضح وأكتر للخط بتاعي طيب هنا بوريكي إن أنا الأول خالص ببتدي أحط الزخرفة على فكرة الزخرفة دي بتاعت البروتوفيل اللي متنفذ الزخرفة ديت أنا بحطها على التصميم بتاعي بطريقة الضغط بتاعتي وببتدي بعد كده أشتغل عليها هنشوف مع بعضينا هنا فيديو الفيديو دوت بيوضح لك عملي لإن مهما الواحد بيشرح طريقة الضغط والتقبيب للطالبة ما بيكونش عندها القدرة على إنها تستوعب غير لما بيشوف الحاجة قدام عينيه أول حاجة دوت نوع الجلد بتاعنا الجلد بتاعنا هوت الكربونة اللي معادي دي كربونة شفافة بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي ما بتدينيش نفس القصار اللي بيديهاني الكربون العادي بالقلم الأسود أو الكوحلي تمام؟ هو هنا اللي في إيده ده ده قلم العلام اللي إحنا بنتكلم عليه شايفينه؟ هو بمجرد ما بيضغط بتظهر عندي الزخرفة على سطح الجلد اللي هو ماسكه في إيده ده يا أولاد هو دي الإقلام اللي بناستخدمها في عملية الضغط والتقبيب نلاحظ ونشوف طريقة الشغل عاملة إزاي؟ هو هنا بيضغط بطريقة كافية لإحداث الزخارف وفي نفس الوقت بيحافظ على سطح الجلد من التلف طيب اللي في إيده ده اسمه ألم ضغط وعلام الألم ده بيقدر من خلاله أعمل مجموعة من الملامس الملامس المتعددة بمعنى إيه؟ بصي معايا كده شايفين هو بيحدث إيه؟ خدنا بالنا؟ طيب هو هنا بقى شايفين هيبتدي ينزل على التصميم ويبتدي يزيد من عملية الغقاران على المنتج بتاعي وفي نفس الوقت الغمقان على سطح المنتج شايفين كده؟ طيب إيه تاني بيعمله؟ بيبتدي يغير الأداء بتاعته على حسب الزخرفة اللي عايز يعملها لإن إحنا كلنا عارفين إن إقلام الضغط والعلام بتاعتنا بيكون عاملة زي الاستنباط كده بس بسيطة بصي معايا هنا كده الحاجة اللي هيستخدمها دي عملت إيه؟ يبقى معنى كده إن أنا عندي مجموعة كبيرة جدا من إقلام الضغط والعلام اللي أنا بيستخدمها في المنتجات الجلدية علشان أقدر أوصل بيها للملامس اللي أنا محتاجها أو الأثار اللي أنا محتاجها هنا برضو نفس الحكاية لو جينا بصينا شوفيه هو بيعمل إيه؟ شوفي الأداء اللي في إيده بتختلف من شكل للتاني طبعا ده بيحتاج لمهارة عالية جدا من المنفذ وفي نفس الوقت ممكن أقدر أنفذ الكلام ده بسهولة لو أنا تمرست عليه وبتديت أحب الموضوع وبتديت إن أنا أطور من حالي بقى وأشغل على نفسي شوية فإن أمسك الجلود الطبيعية وابتدي أشتغل عليها شايفين هنا ده شايف ده بيعمل إيه؟ بيغير لي الملامس خالص أو بيغير لي الزخرفة خالص اللي أنا بعملها طبعا هو هنا بيستخدم الأدوات اللي بتخدم التصميم اللي هو بيعمله لو نلاحظ بعد ما عمل جزء من التصميم بيجيب السفنجة المبللة وبيبتدي يبل سطح الجلد مية ليه؟ علشان ينتفخ معاه لأنه هو من غير ما سطح الجلد ينتفخ هيبقى صعب عليه أنه هو ينفذ الزخرف دي طبعا بعد ما سطح الجلد ابتدى ينتفخ معاه ابتدى ينفذ باقي الزخرفة بتاعتنا لحد ما وصلنا للمنظر اللي إحنا شايفينه لحد كده بيتهيألي مش يكون فيه مشكلة بعد كده في عملية الضغط والعلام في الجلود أهم شرط عندي لازم أرعيه لما أكون هنفذ النوع دوت من الزخرف إن أنا بستخدم الجلود الطبيعية اللي هي جلد اللباني تمام؟ وإن أنا لازم الجلد دي يكون على لونه الأصلي طيب بعد ما بخلص عملية الضغطة تقولولي يا ميس إحنا الشكل اللي فات المفروض إن إحنا عملنا فيه إيه؟ عملنا فيه نوع من أنواع الألوان أقولك آه إحنا عملنا ألوان إحنا فيه بقى عندنا هنا في الألوان لو أنا هدخل ألوان ساترة هبان زي ما إحنا شفناها بالمنظر ده طب أنا ممكن في تصميم زي اللي إحنا شفناه أو في فيديو ده اللي إحنا شفناه المفروض يحصل عندي إيه؟ بيكون فيه عندي بعض أنواع الملونات اللي بيكون شفافة فأنا علشان أزيد من التوضيح أو من الجمال للمنتج بتاعي ممكن أدي بعض الإضاءات ونخلي بالنا من حتة الإضاءات دي لأن الألوان الشفافة بتدي إضاءات بتدي ضي لكن ما بتسطرش نوع الجلد بتاعي اللي أنا شغال عليه طيب لو جينا نتكلم على التقبيب بالأكلشهات الضغطة مالوا بقى التقبيب بالأكلشهات الضغطة دي أنا دلوقتي متفق معاكم من الأول خالص إن الأكلشهات بتحتاج لي كميات كبيرة يعني بنفزها لما يكون محتاجة لكميات كبيرة تمام؟ طب وإيه تاني؟ الأكلشهات ما بتعتمدش على الضقة اليدوية لأنها شغل مكان طيب أنا دلوقتي هعمل إيه؟ بيقولي بتستخدم الأكلشهات النحاس أو الصلب سواء كانت البردة أو السخنة علشان تحدث لي الأثار بتاعة الضغط على الجلد تمام؟ وطبعا إحنا كلنا كده قدرنا نتخيل لما الأكلشه هينزل على سطح الجلد هيبقى فيه أجزاء غائرة وأجزاء تانية هكون بارزة طبعا ده بيتوقف على الأكلشه نفسه اللي أنا مستخدمها طيب زخرفة الجلود بالحرارة قبل ما أخش على زخرفة الجلود بالحرارة نرجع شوية كده الورا للأكلشهات لو أنا جيت استخدمت الأكلشه البارد بتاعي كل اللي هيحدثه هو أثار للضغط بتاعي وللتقبيب طب لو أنا الأكلشه بتاعي كان باستخدمه بالسخونة يعني كان ساخن لو كان ساخن هيديني أثار إقلام الحرق اللي أنا باستخدمها في قلب الجلد طيب لما نيجي نتكلم عن زخرفة الجلود بالحرارة هنلاحظ عندنا إيه؟ إن الزخرفة عندي بطريقة الحرارة دي بتديني الأثار بتاعة الحرق بتاعي وهي عبارة طبعا عن أنواع مختلفة هنتطرق لها دلوقتي وهنشوفها مع بعضنا طيب بتصلح لإيه؟ بتصلح على بعض أنواع الجلود الصناعية طيب أجي عندي الصناعية دي وحط كده كذا خط ليه بقى؟ إحنا عندنا الشائع والمعروف إن طريقة الحرق دي بتتم عندي على الجلود الطبيعية بس وخاصة الجلود اللي مدبوغة باغة نباتية علشان خاطر يعني لو أنا هستخدم حرق مع تقبيب يكون إيه؟ مديني الأثار بتاعة البروز أو الغاران بتاع التصميم بتاعي طيب لو أنا دلوقتي عايزة أعمل الزخرفة بتاعة الحرق دي على جلد صناعي هل ده ينفع؟ أقولك آه بتصلح بعض الجلود الصناعية لإجراء الزخرفة عليها بالحرارة باستخدام درجة حرارة تكون مناسبة بالأكلشهات وليست بالطريقة اليدوية يبقى إحنا كده لما جينا دخلنا الجلد الصناعي عندي كنوع من أنواع المنتجات اللي أنا هعمل عليها حرق كان ليه شرط اللي هو إن أنا مش هقدر أنفذ الزخرفة دي بالطريقة اليدوية أنا لازم أنفذها عن طريق إيه؟ عن طريق الأكلشهات بتاعتنا طيب أما أجي أتكلم عن الحرق باستخدام الأقلام الزخرفية بيتم إزاي؟ أول حاجة أنا عندي ثلاث أنواع من إقلام الحرق عندي قد إيه؟ ثلاث أنواع النوع الأولاني عندي اللي هو أقلام الحرق اليدوية اللي هي المحطات يعني إيه الكلام ده؟ كلنا عارفين الكوية بتاعة الشعر اللي هي لما بروح عند الكوفير ويبتدي يحطها على لهب أو على النار ويسخنها ويبتدي يشتغل بيها أنا نفس الفكرة دي عندي موجودة عند أقلام الحرق اليدوية عبارة عن محطات أنا ببتدي عرضها للهب أو لدرجة حرارة معينة وببتدي بعد كده أستخدمها في عملية الحرق على الجلود أو تنفيذ الزخرفة بتاعتي بأسلوب الحرق على الجلود طب لما نجي نتكلم على الجهاز الثاني وهو أقلام الحرق الكهربائية دي عبارة عن إيه؟ أقولك دي عبارة عن إقلام حرق بيكون فيه داخلها من جوة عاملة زي فكرة مسدس الشمع لو أنت بسطي لمسدس الشمع لما بتيجي تشتغلي بيه أو تلزقي بيه أي حاجة عندك المفروض بيحصل إيه؟ أنا كل ما بتزيد درجة السخونة كل ما بيحصل سيولة عندي في الشمع بتاعي أنا نفس الحكاية الأقلام بتاعة الحرق الكهربائية دي هي بيكون عبارة عن أقلام متوصلة بالكهرباء والألم بتاعي ده بتزيد درجة حرارته مع الوقت طب علشان نتحكم فيه عملنا إيه؟ عملنا حاجة داخلية اسمها ترمستات ترمستات دي الداخلية جواه مش خارجية يعني أنا مقدرش أتحكم في درجة الحرارة من بره لا ده هو الجهاز نفسه ليه المؤشرات الخاصة بتاعته عن طريق الترمستات دي وبيقدر يحددلي درجة الحرارة الخاصة بيه إيه اللي بيحصل عندي؟ بقولك إن أقلام الحرق دي كل ما أنا شغاله ويوجي الدرجة بتاعة الحرارة تزيد أبص ألاقيه هو داخليا بيفصل لحد ما يوصل لدرجة معينة وبعدين أوتوماتيك يرجع يشتغل تاني طب مين هو الجهاز اللي أنا أقدر من خلاله أتحكم في درجة الحرارة بتاعتي ويكون ليه ترمستات بقى خارجية أو ليه مؤشر خارجي أقدر من خلاله أتحكم في درجة الحرارة اللي هو جهاز البيروغراف جهاز إيه؟ البيروغراف يبقى أنا عندي كام جهاز عندي للحرق تلاتة اللي هو بيستخدمه بطريقة الحطات وده بيتم تسخينه على نار مباشرة أسخن وأبتدي أشتغل وأحرق والجهاز التاني اللي هو الجهاز الكهربي وده بيكون متوصل بالكهرباء وبيكون جواة ترمستات داخلية بتتحكم في درجة الحرارة كل ما توصل لدرجة حرارة عالية زيادة عن اللزوم هو بيفصل ويبتدي بعد كده درجة الحرارة تهدى وبعدين يشتغل مرة تانية ويعمل عملية تسخين تاني الجهاز بقى بتاعي البيروغراف عبارة عن جهاز أنا بمسكه في إيدي وليه الترمستات الخاصة به أو ليه المؤشر الخاص به وأنا ببتدي أتحكم في درجة الحرارة بتاعتي على قد ما أنا محتاجة لنوع الجلد أو على حسب نوع الجلد لو نوع الجلد اللي عندي رؤية أو رفيع يعني اللي بيحصل لأنا ما بحتاجش ليه درجة حرارة عالية ليه؟ لأن أي زيادة في درجات الحرارة بممكن تأدي لتلف أو لحرق الجلد خدنا بنا من الكلام ده يبقى أنا في الحالة دي لما بيكون عندي نوع من أنواع الجلود اللي بيكون خفيفة بفضل أن أنا أستخدم إيه؟ بفضل أن أنا أستخدم جهاز البيروغراف علشان أقدر أتحكم في درجة الحرارة بتاعتي خلاص؟ طيب كل ما بتزيد درجة الحرارة كل ما بتزيد درجة الحرارة كل ما بيزيد إيه؟ كل ما بيزيد اللون غمائن ودي تعتبر من الملحوظات الهمة اللي لازم أخلي بالي منها في عملية الحر إن أنا لما بيجي أحرق هو هو نفس الألم لكن أنا أقدر من خلاله أوصل لمجموعة مختلفة من الألوان اللونية للدرجات بتاعت البني وده بيكون إزاي؟ بيكون عن طريق درجات الحرارة كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما اللون بيكون أغمى أكتر كل ما درجة الحرارة بتقل بيكون اللون بتاعه البني الفاتح أو البني الخفيف شوي طيب نيجي نبص الملحوظة تانية مهمة عندنا اللي هي إيه؟ أنا دلوقتي بعد ما خلصت عملية الحرق بتاعي ممكن يظهر عندي بعض الأصار بتاعة الحرق على سطح الجلد بتخلص من الكلام ده إزاي؟ زي بالزبط كده لو أنا كتبت بالقلم الرصاصة على ورقة وبمسح بأستيكا الأستيكا دي بتشلي الأصار بتاعة القلم أنا برضو نفس الحكاية أنا دلوقتي عندي زخرفة أنا عملتها بطريقة الحرق والمفروض إن الزخرفة دي تابتدي أعمل لها إيه؟ عملية تنظيف للحاجات الغير مرغوب فيها بتتم إزاي؟ بعد الانتهاء من عملية الحرق بتاعتنا بنمسح سطح الجلد بحمض إيه؟ الأكساليك المخفف ليه بمسح بحمض الأكساليك المخفف؟ علشان أزيل أصار الحرق اللي غير مرغوب فيها أو اللي موجودة عندي طيب نيجي نبص عن حاجة تانية أنا دلوقتي بتكلم على الجلود سواء كانت طبيعية سواء كانت صناعية بقولك إيه؟ بقولك إن أنا أقدر أدخل أو أقدر أستخدم الجلد الصناعي في بعض الأعمال اللي ممكن تتنفس بالجلد الطبيعي طيب السبب في كده إيه؟ إيه السبب اللي بيخليلي فيه تشابه ما بين الجلد الطبيعي مع بعض أنواع الجلود الصناعية؟ أقولك السبب أول حاجة المواد اللي بيكون دخلة عندي في عملية الدباغة زي إيه؟ زي شابة البوتاسيوم مثلا اللي هي بتعملي عملية تطرية كبيرة جداً لسطح الجلد أو لبعض الأحماض اللي بتساعد على اكتساب الجلود التطرية المناسبة يبقى أنا كده أقدرت أفهم وعرف ليه بيكون فيه تشابه ما بين أنواع الجلود الطبيعية وأنواع الجلود الصناعية طيب آخر نقطة عندنا هنبتدي نتكلم فيها اللي هي إيه؟ السلاتة يعني إيه السلاتة دي؟ السلاتة دي إن أنا ببتدي أخذ كل الأجزاء الزيادة اللي عندي على سطح الجلد أو في الجلد بتاعي زي مثلا الديل اليدين وببتدي أعمل لهم إعادة تصنيع مرة تانية وفي الحالة دي بتظهر عندي بعض أنواع الجلود الصناعية المشابهة للجلود الطبيعية ليه؟ لأن هي دخل في تصنيعها جزء من الخلايا أو الألياف اللي أنا بستخدمها في الجلود الإيه؟ الطبيعية أتمنى أن تكونوا استفدتوا معي بحلقة النهاردة وأتمنى أن إن شاء الله بإذن الله يعني تقدروا تشوفوا الكلام دوته أكتر من مرة وتقدروا أن أنتوا تفهموا أن قسم الجلود بتاعنا قسم من الأقسام التي تعتبر المهمة وأنا أتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر